بلعوني اللي اسمه بلح مالو بلغ علينا وقال اللي إحنا على اللبنان يا خبر السود ومنير انت بتكلم بجد لحنا كده هنروح في كلبوش بغير البهدلة وقلت الإيمة والتلطيش طيب ومعدين هنعمل إيه؟ محلة عبقرينو لا ما تلاقش أنا فكرته جاهز وهتشوف كمان يلا بينا يا عناتوا بتتعموك؟ آه من التهم يا بديككتبة أنا كتبه؟ يا باشا ده مش كتبه باشا هو وهو هو الذي تكذب يا باشا وأنا عايزي موتنا والله والعالد ما كانتش تبالي غينة لما كنت هتموت صدقني يا باشا سيما بقولك كده والله العظيم حصل صح يا أنا؟ والله العظيم حصل يا باشا علي القناة عبري ما شفتهم ولا عرفهم الوقت ده سرقني يا باشا سرقك؟ سرق منك إيه؟ يا باشا والله العظيم إحنا غلابا الأوقت بالحى ده هو السرقنا وكان عايزي موتنا والله أستاذ أحمد يعني إحنا كنا نعمل محضر ونقض حقينا بالقانون والعدال هنالله عالم أيد يا باشا تموت كده في thoughts يا باشا طب 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 نموت ضيف في دة البلد طيب نموت في دة البلد نموت في دة مصر مش نموت في في دة البحر يا باشا والله العظيم ، هزي صعبة على العلاح حصل يا باشا ده قال لنا مصر دي غالية عندنا اول اناırım قليلا يا باشا والله العظيم minceoidi في البلاد digital أنا هموت في البلد يا باشا طلاص طلاص يا باشا أنا عايب لا با اسفت عليه لا لله العظيم oooo__ تنفع شغل القسونة يا ايه يا رحمات لا ده مية مية كله زي الفل؟ شكرا الجلع ايه ده انت هتخلقه ولي ايه؟ هيا جلع فيه انت هجي معلين كده هحطيه لالجمع جلع في ايه يا حديد من الاسم مياه كده ايه عم لا انا عايز مياه استهله اي استهله بسراحة كم واحد اهم المية بس وعه الفل ماشي يالله زيبا كله زمام انت ده بلعد الميه ايه يالله انا حسبك اتصنع الفلوس ايه يالله ففتر منها متلق احبقك يا باري يا اما احنا مستقضة المصلحة يا خلتي من ايلك قبل كده انه عايش حيثك بيه بس؟ خش يا ربنا يا من يطمن قلبك بقولك ايه 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 اتكلمهولي انا اللي عايز اتطمن واسمع صوته بوداني ماشي يا خلتي انا اكلمولك عشان تتأكدي ان انا ما بكدبش عليك كتر خيرك يا حديد هذه يا ستي متوالي رد نعم ايه 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 متولي عامل ايه اخبار الدنيا عندك ايه تمام بقولك يا متولي في حدا عايز اكلمك لا مفاجه خد يا سيدي معاك ايه هاتي يا حبيبي هاتي ايه 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 ازايك يا حبيبي وحشتني يا ضنايا كده برده كده برده تعمل فمك كده يا متولي لترق المهدي لمنتيرك تعال بقى يا ابني هدي عالك بإيه؟ أقول روح منك للناب مش هتكون علي جاي يا ابني بجد والنبي؟ طب أنا مستنياك يا حبيبي والله مستنياك بالسلامة يا ابني هل في سلامة يا حبيبي؟ بالسلامة؟ بالسلامة يا دانوية تأكد تخلت اللي عيش؟ تأكد يا حبيبي بقولك إيه؟ أحمد والنبي بخصيمك محمد كلموا خلي ييجي خلاص يا خلطي وعد مني هخلي متولي الدعم ربنا يبارك لك يا ضنايب ما تحرمش منك من الفرق ابتل وعمر كل ماشي هعيز حاجة؟ لا سلامتك بقولك إيه؟ إيه؟ الأمانة اللي عندي بتاعتك مش هعيزها؟ آآ خليها خليها ولما عوزها هبقى أطوح منك حال سلامة ألف سلامة يا حبيبي يا رب يا رب اللهم لك ألف حمد وقلب شكر يا رب يا رب عمليه بس هسقط لك ركعة شكر يا رب الحب لله الحب لله الحب لله أهلي يا عمد تفضلي تحب تشرب إيه؟ وأوه؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ تقول أي رب الليل له أحساسي؟؟؟؟oooo أصلا إنما والله ما عرف وقولك يا كامل أنا أيعرف مكنتش هناة لما سمعت الخبير بس يهمني انك تعرف ان وجودك وضعنا كان حيفرق معنا كثير قوي بس يله الحمد لله عام جمال ما سبندش جمال مي؟ جمال مين والله العظيم التلاتة أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصبًا عنا كاميلي عارف ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه يالله معلش الله أرحمه ده أرحمه أنا مش عارف قدك إيه يا لن إنتم مش محتاجين أي حاجة أي حاجة جيبها لكو وأي حاجة عاملها لكو لا شكرا وبعدين السيت الوالدة قامت بالواجب أمي؟ أه أه طب أه بوليك بوليكي ما كنت عايز أتكلم حاجة كنتين كده على جنب تفضل أه 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 أنا عارف إن انت زعلانا مني وأنا أنت شايف إن ده وقت مناسب للكلام ده؟ أيوة طبعا يا كاميليا وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكرة أه كاميليا أنت أنت هارف أنت عندي إيه؟ أنت حد على الزراية أو الله؟ أعني وبعدين فوق كل ده وده أنت بنتخال يا بيت صح عندك حق أنا بنت خالك وإنت ابن عمتي وفي بيننا حاجة اسمها صلة الدم بيقولوا عليها زمان بالدوفر ما بيطلعش من اللحن وأما الواحد بيحصل له حاجة ما بيلاقيش في ظهره غير أهله بسم الله عليكي أديكي أنت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي أنا كنت جاء له لك بالظبط أمال كنت هتهاجر من غين ما تقولي حد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ أنت مجنونة يا بيت تقولي يا رب منك إيه؟ مفيش الكلام ده طبعا أنا أنا كنت بعرب من نفسي يا كاميلي أنا كنت بعرب من نفسي من الدنيا اللي أنا عايش فيها اللي أنا نغاية دلوقتي ما أخدتش منها الحق ولا باطل ولما أنت راجل بتقول كده أمال أنا أقول إيه؟ ده أنا أقول أكتر من كده ستين مرة أنت عارف عنيه يا كاميليا؟ رجلي بقى معدت تلاتين سنة ولسه معرفش يبدأ حاته منين؟ أنت اللي كنت عايز كده خلاص يا كاميلي خلاص أنا مش عايزك تقولي الكلام يدائك ودائك أنا أسفا بس أنا بقولي الكلام ده عشان انت بنعمتي اللي أنا أخايف عليه مش قصدي مش قصدي ولله يا العظيم أنا كمان أخايف عليك والله يا العظيم أنا كمان أخايف عليك يا كاميلي وبعدين أنا 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 مش عايزك تسعلم نومي أمما ديه ستة كبيرة ودمغها على قدها أنت فاهمة والله يا العظيم تعمل معي أكتر ما بتعمل معاكو ستين مرة يلا حظر خي قصدي بقولك ما تعوزي طبعا مني اي حاجة انت مش محتاجة يعني تفكري قبل ما تكلميني ها كنت عايزك تبقى واقف جنبي في دفنته كنت عايزك تبقى ظهري سنتي كنت عايزك انت اللي تشير كنت عايزك انت اللي تاخد عزيت مش عم جمال تشرب ايه جمالة ايه 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 يلا عايزك يتغير يهدومك اتفقت مع عم جمال حنروح ونشوف معاش بابا ونسوي مالك انا الصراح مش عايز اروح يليك مش عايز اشوف روم بالعكس احنا لازم نشوفه كهوتك كسبت الكل تشكر يا شب قولي كسبت الكل الوقت خليل عمال يسأل عليك كل شوية ومنقص ان هو يجيب ميكرافون ويجيب منادي وينادي عليك في الحتة كلها وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول اعمل ايه شو ولا كلمة انا قلت كده برضه سداي بقى انك عايز اضرب الجزمة انت فرية بالتند على فكرة بقى الرايس حلس مئة يمين انما كنت تدفعل عليك لو اقف الشغل معاك انا بقى قلت له اكيد فيك حاجة بابا بات يا مغم انبقال الله حبيبت طيب بصي بقلك ايه سيب البضاعة وانا هوزاها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليك لا انا هشتغل لم تسمع الكلام بقى ماش دمعك ده اشفة بقولك هشتغل سبيحة ايه سبها ده ايه ده بدل ما تقولها عنك مونة جدعة عدمية راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان بقى في حياتك بس انت برضه كان لازم تقوللني والله احنا انا شغالين مع بعض كده وخلاص صدخاني انا صعبان علي ان البابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه انا علش انا عمري بخبيت عليه اي حاجة الا دي هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيهصق فيها لما كان بيسألني انت نازلة رايحة فين كنت بقوله رايحة النغم او ادور على شغل ما كانش ينفع اقوله اني بشتغل ما كانش هيوافق كان حلول فت ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي يشجعك ويقف جنبي وانت تعمل حاجة غلطة ايه ما حاسة دلوقتي بالزمن حاسة اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش يلا بينا يلا بينا يلا بينا قبل انهيل ما ينزل علينا ايه 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 انا مش عارفة دلوقتي هنعمل ايه وحنعيش من غيره ازاي بس يا عمي سمر يا بنتي البقاء لله حياتك البقاء بس يا حبيبتي مش كده بس يا سمر انتي يازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبالي زي لمار بالزبط اي حاجة تحتاجيها خد نمرتي من لمار دي نمرتي الشخصية انا مش بديها لأي حد انا من النهاردة عندي بنتين سامر ولمار اوكي خلي بالك بقى انا بحب بابا جدا يعني هتلاقيني بنفس عليك يا عطول خذ بالك مني اه ème من ؟ اقتراح للمام هتتعول مني اليحانة ؟ لا اتفضل علي من هذه سعاد كami نعم فوق اراح سلامح يا بنات سلامح يا مام اراح وله رجب وله رجب وله الرجب ً ماذا تعانی مع عندها це